ودايما النادي الاهلي بيختار جيدا الاماكن اللي ممكن الفريق يستفيد بيها بشكل كبير التوقيت ده وانت في الامارات مش توقيت اعداد فني وبدني فقط لا اعداد نفسي الاعداد النفسي من جهة ايه؟ انت رايح الامارات اكنك في مصر عدد الجالية المصرية في الامارات يعني بيقترب من حوالي 5-6 مليون ما بلكم بقى لما اكتر من نص هذا العدد او اقصرهم بنسبة كبيرة جدا بيشجعوا النادي الاهلي حجم الاستقبال او حجم وجود جمهور النادي الاهلي مع لعبته في التمرين او عند القوتيل او في المباراة الودي اذا اقيمت خلال الايام الجاية ده بالتأكيد بيبقى ليه تأثير ايجابي او على اللعيبة ريني فيلر ممكن ما يكونش شاف لسه الاجواء دي في القاهرة المباريات ما كانش فيها مساحا يشوف فيها جمهور كبير ده هيبقى متاح في الامارات بنسبة كبيرة اللعيبة في حد ذاتها كمان نفسها او مشتاقة جدا انها تعيش الاجواء اللي كانت عاشتها قبل كده لما كان الاهلي مثلا لعب في مباراة اعتزال حسام غالي مع ايكس او حتى قبل كده مباراة السوبر المصري مع نادي الزمالك ونادي المصري دايما اكتر من 70-80% من المساحة اللي موجودة في المدرد بتكون جمهور النادي الاهلي المساحة دي بالتأكيد بيبقى ليها دافع نفسي كبير جدا على لعيبة وانا حتى على المستوى الشخصي لمست ده في تصرحات عدد كبير جدا من لعيبة في بطولات سابقة دايما جمهور النادي الاهلي بيبقى سر النجاح وسر الانتصارات في توقيت زي ده وانت الدنيا هادية خالص وتستعد لفترة جاية بالتأكيد فترة فيها ازدحان في المباريات لازم ترفع الحالة المعنوية لازم تدي باور تدي دفعة قوية للجهاز الفن واللعيبة والجهاز قبل اللعيبة لان الجهاز طبعا في غالبيته جهاز اجنبي فما عاش الاجواء دي مع النادي الاهلي وما بالكم بجمهور النادي الاهلي في كل مكان بتبقى الصورة مختلفة زي ما انت شافين اهي ممكن يهي لقطات قدام الفندق الاقامة والفريق متوجه الى التدريب اللي بدأ منذ لحظات قليلة ده بس يمكن اعايز اقول لكم الجمهور لسه بيسخل لسه بيبدأوا انهما يروح عند فندق القامة الاول ما يعرف بس المكان فين فالجمهور لما بيعرف بس الاهلي متوجد في اي حتة بتبقى فيه سعادة غير طبيعية الجمهور زي ما يكون جات له حاجة حتة منه موجودة وعيشة معاه النادي الاهلي في الامارات يا جماعة اكنه موجود في مصر بالزبط حجم الاستقبال والتشجيع ووجود الجماهير خلف النادي ده شيء احنا بنفتخر بيبنى بسعداء بيه ولو بيلعب حتى فريق اماراتي الاعلام الاماراتي نفسه بيركز على النقطة دي وبيبرزها بشكل ايجابي بيقولك ما بيعلي ان النادي الاهلي بيلعب خارج مصر لكن الاجواء في الملعب وكأنه موجود في القاهرة او حتى في معقله الاساسي استاد القاهرة الدولي